نتبع اجاز دروس النجاح في الريادية لمستوى الخامس ابتدائي الدرس اليوم والدرس الرابع عشر الدائرة والقرص المحيط والمساحة صفحة 2-8 مرحلة اكتشف يتوفر تلميذ على اربع علب اسطوانية الشكل اكترها مختلفة مثنى مثنى مختلفة يعني كل واحدة مختلفة 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 الاكتر اوما من اقص نقطة وتندز على المركز الدائرة هذا هو الاكتر القطر الثاني القطر الثالث القطر الرابع يعني هؤلاء ماشي قدقن الاكتر في واحدة جز سنتيم تلقى في الاخر واحدة تلقى في الاخر واحد ونصف الى غداية متنا متنا طريقة باش دار باش قص القطر نشوفوها لقياس قطر قاعدة كل علبة استعملت تلميذ التقنية تجانبه اشنال التقنية هي هذه دار كوسيني على مستراء بشكل عمودي ضروري هذا الشكل وده الواحدة الدائرة وهي احد الاسطوان التالية قبت نمناه الفوق وتعبر تشوفو حل قبت المستراء للتحت باش يشوفو حل فيه وقبت الكوسين معا باش يحصرهم باش يجيب العبر مضبوط هذه هي التقنية التي استعملت لقياسي محيط قاعدة كل علبة اخذت تلميذ خيطا رقيقا ولفه دورة واحدة لاحظونا باش نشوفو المحيط اجدار خد واحد الخيط المحيط اشنا هو وتناخدوا واحد الخيط وتنظره على العلبة او للعسطوانة وتنصل البلسة ماش بدينا ولكن يكون على بل الخيط ما يكونش ميل تيجي عمودي الى كان ميل خطأ تيجي عمودي على نفس الخيط يعني نفس البعد هو نفس البعد المحيط يكون بعيد على 10 سم من القاعدة 10 سم يعني هذه هي تقنية لقياسي المحيط تنقبته الخيط وتنظره من واحد النقطة وتنظره الخيط وتنقبته الخيط المحيط لقياس محيط قاعدة كل علبة اخذت تلميذ خيط ونفى دورة واحدة حول كل علبة ثم قاس طولة قطعة الخيط المستعمل بواسطة مسترة ثم قاس طولة قطعة الخيط لقياسي المسترة نعم اخذ 4 علبة أسطوانية الشكل أكثر ومختلفة ثم املأ الجدول هذا الجدول اخذت 1-4 أسطوانات وحاولت نقص القطر متأكل وحدة بحاكي فقلتكم هنا ونذهب على المركز باش نحسب القطر مزيان تنظره بحدد الشكل اللي وردكم تنشوفوا اقصى نقطة نحو اقصى نقطة بمرورنا اعلى المركز هما الى مدرناش على المركز ماشي قطة الآن القطر صحيح قبضت لنا ربعات الأسطوانات وحدة تفيع 90 سنتيمتر هنا قمت بسنتيمتر هنا قطة 10 وقمت بحاكي تنشوف بحاكي 28.26 وقمت بحاكي وقمت بحاكي 28.26 هذا ممكن تنشوفها بمناولة مع الأستاذ او لا اقصى قمت بحاكي 10 سنتيم في القطر وقمت بحاكي 31.4 31.3 32 33 مهم 31.4 نقوم بحاكي 12 سنتيمتر نقوم بحاكي وقمت بحاكي ثم نقوم بحاكي 37.68 ثم نقوم بحاكي ثم 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 نقوم بحاكية ًا نقوم بحاكي ثم أيها yep ثم هذة هي ثم 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 الآن ثلاثة فاصيلة 14 قسمت على واحدة ثلاثة فاصيلة 14 حاولت لمنع الجدول بعد المعطية التي أريدتكم لا يمكن أن تقبط أسطوانات مثلا أسطوانات مثل الجبن الجبن الذي تشريه الأسطوانات مثل الحوت الذي تشريه السرديل أو أي شيء تشريه من السوبر أعطى الله الأسطوانات كل واحدة قبطتها وكما قلت لكم عبروا القطر وقبت الخط ودوروا على هذه الأسطوانات ونحن تلقوا المحيط بعد الشكل تلقوا على الجدول ثلاثة خارج القسمات كل مرة تقسم بأسطوانات كل مرة تقسم بأسطوانات تقريبا كل شيء فيهم 3.4 مزيان أنا أخذ أربعة علوب أسطوانات تنقص وتنمل الجدول هل يمكن القول بأن قياسات المحيطات متناسبة محيطات متناسبة مع قياس الأقطار هذا القطر طبعية الحال لن تلقوا أي عدد من أعداد كما قرأنا في التناسب سابقا في الدراسة التناسبية فلنقسم ونقسم ونقسم لا تقسم ونقسم جميع العدد على السطر الأول تقسمها على أعداد السطر الثاني المتناسبة مع الموافقة ولقوا تقريبا نفس العدد فلنقوا نفس العدد لما تنفذ لحالة ثلاثة فسابقا نقول بأنه تقريبا فهي متناسبة لاحظونا متناسبة نعم متناسبة نقوم بتناسبة نريد التناسب الى التمرين الثانى لاحظونا جيدا الشكل الجانبه حيث A B C D A B C D مربع قياس تلقى 9 سنتيم من A B بما أنه مربع الأضلاء متساوية A B متساوي مع B C من فقط الكرام نجد انه لدينا شكل في الترسال 1 سم 1го , 3 5 6 7 8 1 فقط 9 1 فقط 9 7 فقط 10 1 فقط 9 هي مجرد من الناس نقصه قياس المساحة المضلع 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 حيث يرؤي اف جي اش اي جي كا ال هاد الموضلاء اللي دار بالحمر شكو هاد الموضلاء عادة هادي رسمو احنا قاعد بالخضر اولا بالاحمر لاحظوا هاد الموضلاء اللي بالاحمر او السترطونة بالاحمر هو اللي تيقوله خصنا نحسبوه اس هذا الموضلاء الاحمر اللي لاحظوه دائما عندو لاحظو بهذه الشكل رسالة جبتل جاوب دياله او هاد الشكل رسالة جاوب داخل لحضو المنظلة لحظو لاحظوك لدي منظلة موضلة ويجب نجد معلومة خارجية علاج اي جاذب هي او بس اترطى عموضة مطلطة عالد الموضلاء رسالة دائما اضافة يعني او هاد الموضلاء كله او تسوي هاد الشكل المطلقة المتلتات يوجد نحدث في هذه المطلقة هذا كلها هذه المطلقة مثل 3 ا rending وضع هذه المطلقة لدي المطلقة نتجدها لدي المربع كامل المربع بضع نقسم مطلقة لأيض المطلقة هذه المطلقة هذا من المثلات هذا من المثلات خارجين من المثلات من المثلات الوصف يخرجون الوصف كيف نحسب المثلات حساب 3. وشافرات اف، 1 كامل بج 3 ألم اف 1 كامل 1 كامل 1 كامل معطلع متساوية 1 كامل 1 كامل ألم أرى هذه المطلعة هذه المطلعة لا تقوم بمتساوية فالما يجب أن نحسب معطلحه نضربه ف4 نحن أن نقوم بمعنى 1 جوج 3 1 جوج 3 يعني إعطوني مربع كل جوج هذه المثلات مع هذه المثلة يعطوني مربع هذه المثلات مع هذه المثلة أعطوني مربع. مربع سأن نحسبه. هي الجوج المربع التي لدي في هذه المثلات. مربع. كيف نحسبه؟ مية طول في العرض. المربع معروفة مية طول في العرض. ايش نوال طول هنا. واحد جوجة ثلاثة في الطول والعرض واحد جوجة ثلاثة. قلنا ندركك بنا نحسبه قياس المساحة اس للمضلة. هذا اس هذا هي اش. اهي اش هتساوي. قلنا هي مساحة اب سيدي ا ا بي سيدي ناقص اش. مساحة انتاتج. هذا المربع اولاد المثلات في ثلاثة في اربعة. واحد جوجة ثلاثة اربعة. اولا هاد المثلات اللي قلنا احنا في اربعة نقبتو مني جوجة واحد جوجة ويعطيني مربع. ايش ناقص اش مربع ثلاثة في ثلاثة. هذا واحد. وهناك نيجج. ناقص ثلاثة في ثلاثة في جوجة خطرات. لي اش مساحة هذه المثلاتة صغيرة. مساحة الصغيرة مع الصغيرة تعطيني واحد المربع اللي هو ثلاثة في ثلاثة. ايش هم خطرات جوجة خطرات. هذا مع هذا اللي اولاني وهذا مع الثاني مع الاخر هو الثاني في ثلاثة. ايش هل عندي في مساحة المربع هي قناة سعود في تسعة اش سنتيمتر. نحضو مربع سنتيمتر مربع. ناقص اش ناقص ثلاثة في ثلاثة تسعود في جوجة هي تمانية عشر سنتيمتر مربع. ايش ناقص ثلاثة تسعود سعود هي واحد وتمانونة سنتيمتر مربع. ناقص ثمانية عشر سنتيمتر مربع. لي هي 63 سنتيمتر مربع الى الماكينتات الحساب لذلك نحسب قياس المساحة U للمربع الأصفل ثم هذا السؤال الأول نرى قياس المساحة U للمربع نحسب قياس المساحة في الطول والعرض طول مربع الأصفل 1 جوجة لاتة أربعة أقل هنا ونصف نرى نحن كيفية القادمة من أن نكمله تسعد 1 جوجة لاتة أربعة ونصف نرى نصف أخرى فهذا المربع يساوي نصف لذلك 4.5 سنتيمتر نرى كذلك الضلل الأخر 1 جوجة لاتة أربعة ونصف حسنا فقاليا بإجراء تسعد لها أقصى أقصى نقطة القطر فحب ذلك 4.5 سنتيمتر يعني هنا كنا 4.5 سنتيمتر يعني أشنا المساحة U هي 4.5 سنتيمتر قياس المساحة U هي U تبطلنا الدلع الأول في قياس الضلل الثاني تتسوي 20.25 سنتيمتر مربع. هناك سنتيمتر مربع. يعني هناك مساحات U. نقوم الآن بعملية خارج S على U. S هي 63 سنتيمتر مربع. U هي القناع 20.25 سنتيمتر مربع. هذه هي 63.25 سنتيمتر مربع. بدون واحدة علاج. هناك S عند السنتيمتر مربع. U عند السنتيمتر مربع. تنضربه بينها ثم لا تبقى. يعني 3.1 كعدد 10 فقط. S على U هي 3.11 سؤال G. هل قياس مساحات الموضلات تسوي تقريبا قياس مساحات القوس؟ ما هو مساحات القرص بصفة عامة؟ مساحات القرص بصفة عامة كما تعرفون هي طول الشعاع في الشعاع فش في P. ما هو P؟ هي 3.14 أولا 22 على 7. كنت قريتها. الشعاع نفذ الحالة التي يأش الشعاع ونصف القطر ومن بين الأطراف. من آخر طرف إلى آخر طرف مرورا بالمركز. الشعاع هو النصف. الشعاع نفذ الحالة هو 4.5 نصف. يعني تتساوي 4.5 سنتيمتر. 4.5 سنتيمتر. 3.14 سنتيمتر. بعد إجراء العملية. نقلنا 4.5 في 4.5 في 3.14. هي 63.585 سنتيمتر مربع. لاحظة هنا كنا السنتيم و هنا السنتيم. 3.14 كما قلنا قبل. بدون واحدة. 63.585 سنتيمتر مربع. السؤال. هل قياس مساحة الموضلع تساوي قياس مساحة القرص؟ مساحة القرص قنافية 63.585. ومساحة الموضلع قنافية 63. يعني تقريبا 63.5 بحالة بحالة 63. نعم. نعم. قياس مساحة الموضلع. نعم. هذا هو الرمز تقريبا. كما تلقى هذا الشرطة بحالة ناقص. وكما تلقى هذا الرمز. يساوي تقريبا قياس مساحة القرص.